موسيقى 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 يا مرحبا بكم مشاهدين وحياكم الله ويانا في حلقة يديدا برنامجكم برنامج عادات هذا البرنامج اللي بنستعرض فيه ذكريات الماضي الجميلة مع أمهاتنا اللي برافقونا إن شاء الله طوال الحلقات اليوم مشاهدين بناخذ عادة جميلة في هذه الحلقة ومنها عادة صب اللقهوة أو التغنيمة ومنطرق إلى مواضيع وقصص كثيرة خلكم ويانا موسيقى 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 حياة الله أمي الوالدة ماريا مهلال منورتنا ماشاء الله اليوم في الاستيديو موسيقى موسيقى يعني دائما نستمتع بتواجدك ويانا في هذه البرامج وأنا بعده أروح أستمتع وإياكم حبيبتو وإيسم وإياكم وإيسم وإياكم وإياكم ماد قصري ماد قصري كنت تقصدين عن القهوة قبل شوي هاي قول يا القهوة بتشارع وياش يوم استوى منيش بعشرين عشرين مريت لنها الريم تقلاش محل صبابش في الفناين يا سلام صح لسانة أمي القهوة قالت ما عوقيع من شراني لومي عمن قلاني ما لومي على الشراني لومي على القلات اللي بيقلها بيقلها يا سلام صح لسانة أمي ردت عليهم قلت لهم أنا ما عوقي من الشراني لومي على من قلاني صح هذا أكشراني من السوق يا ابني زينة شينا لتنة اللي يقلاني قهوتكم أول لولية كيف كانت تكون نفس هذه ولا كانت تجيلة لا اللي يحب الثقيلة سوى ثقيلة واللي يحب هذه سوى متوسطة اللي كان خفيفة لا ما يحبونها الخفيفة وكانوا ما يحبونها لا عندنا نحن الخفيفة ما تفتك الراس أنه يشربونها لقهوة العينة يفتكون راسا ويقلت بعد أول لازم مثلا إذا ضيف لازم بس ثلاث مرات ما يطلب أكثر من ثلاث مرات بس ثلاث فنائين يا مرة يا ثلاث مرات ثلاث فنائين الآن تدلب كمهم ويعدانهم الفنيان لولي يعني ضيف والثاني كيف والثالث سيف ضيف وكيف وسيف اللي زيد عن الثلاثة ما شرب القهوة عادي لأنه شرب القهوة للثلاثة يوم هو بكيف راسا وياي مصوّع وياي أذك لازم ثلاثة واللي يحطون عدالهم القهوة يوطونها عدالهم يوطونها عدالهم وابا عشرين ساعة ما شاء الله يشربونها هذه عادة يعني ليها خارمان ما قاله الأوليين يوم يشوف عمره مخى الدهور تناول الدلة يكيف راسه بالقهوة لعينه يوقع مخى مثل الدويخ اللي يدوخ يأكد صاحب القهوة اللي متعود على القهوة يوم يصوّع راسه قرب الدلة ولازم الرطب يعني موجود هنا لازم ولا التمر ولا عطب موسم الرطب قربه ولا الرطب ما تستوي الدلة إلا بالرطب ووقت شتى التمر ما تستوي الدلة إلا بالتمر غريب غريب أول شيء بدايته التمر والقهوة معناك نناوين نطرق لموضوع ثاني لكن مدامنا فتحنا موضوع القهوة وموضوع التغنيمة وغيرها بعد أيضاً في سوالف عن هالأمور اللي هي مثلاً هز الفنيان أمي الحين مو بأن أي واحد يهز فنيانه شو؟ الأول يوم تعطيني أنت هذا الفنيان أنزي كان أنا يا يابا فكرة الوالدة مريم هلال ما يبتل الدلة يعني قالت أن الدلة هاي مبلة ولية لا 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 أقول لي الحين أنت عطيتيني الفنيان بس أنا يا يابا يا يابا أبقي طلب عندش أنزين طلب عندش وأنت عطيتيني الفنيان ما قلت لش لا عنش الفنيان وقطيته بتقول شربي فنيانش بقول له أنا يا يابا طلب قلت طلب موجود شير بي فنيانش كل اللي تطلبين عندي ما تعرفين طلبي ما تعرفين طلبي يمكن طلبي صعب بعدنا فنيان بخلي محلة شو طلبش قولي كان أقدر عليه فالش طيب ما أقدر عليه اسمحي لي بقول لنا طلبي تذكري أنا يتنش من شان واحد ما يرمز أو واحد ما طلب ليش عندي بس تسمح منيش أباش يعني تيسرين علي أباش يعني تساعديني في خدمة معينة تساعدين هذا الأنسان أنا دخل عليش دخل على الله ثم عليش أو عيالكم الضاربين وأبغيش يعني شي ضربة جايدة وأبغيش تسمحيني كوسيط يعني تسمحيني أو مزاق لانتويا إن شاء الله ساعة ما دخلت بيتي لو أنت بين واحد من عيالي أخذي وشربي فنيانش بتناول فنياني وأشعبها انشديتي طلبي وإذا رفضت طلبها وإذا رفضت رفضتي عاد تستحي لا هذا طلب سمحي لي أنا ما أقدر عليه أي فنيانش عنديش وانت سمحي لي أنا وأهرب من بيتش تزعل يعني هني بزعل لا ما تطيعين تداخل بيتي عادة وتزعلين لو أقصر قبتي يطيع اللي بيني وبينه علشانش ساعة ما دخلت بيتي رديتي وخطفني ودقه ويتي وبس طلبش عدهي طلب اللي دخلت عليه كان حر مولا ريال في حريم يدخلن عريايل ويأخذهم من ويوههم ويدون طلبهم حريم يوم يقول فلان يعني منو بيي براسي قال لي الله ما شعر يايل قال لي ما ختم ما صار لي أنزي ما يابوا راسي قال شو رايكم منطرش فلاني ليها قلمة ليها قلمة أو حتى قلتش يعني ثقلها ثقلها وزن منطرش فلاني شو رايكم سيد يا ربو يا هذا الأنسان نحن منطرشش على فلان يعني طرشنا الريايل وهذا اللي كان ما قدر منهم إن شاء الله بتشتل حرما وبصير لهذا الريال ساعة ما تدخل عليه بيعرف أمره بيعرف أنه ليش هو رايي وحين طرشوا لهذه عاد أن أستحق صح يعني حرما بتي تطلب منها صح ليها وعليها ويعني مسمائة ولوليين يقولون الحرما عن عشرة ريال عن عشرة صبوا القهوة تفضلي أول ما قلوا يقولوا قربي من اللي يغنم عليها هني يعني إذا هي راحة مثل ميلس الريايل أو عند هذا الريايل لا ما تقتمع ميلس الريايل تدخل عليه في بيته منذ بيته في هذا الميلس في بيته اللي عنده لا ما لازم هالميلس في ريائيل ما بتدخل محد ريائيل بتدخل بس حد ياي إنعال موجودة برا ما بيري يغنم عليها فلان عنده حد رده لين يطلع هذا الشخص ما عنده الحرما أنا يتنك بس عرف زي عرف ييتش لا تكلمين تعرف ييتش قال بس من دخلت بيتي انت من هوتي وقلت أنا وشفتش إنش ياي عرف طلبش أنزين شرب يقهوتش ما بشرب قهوتي إلا بشرب لا تكلمين هذه الحية يتش أنا ما عطيت ريائيل كلهم لكن ساعة ما دخلت انت عينيتي من بيت شي لين بيتي شليت انعاله وعينيتي يتش الحية أو عليه شي يعني طلب دعا انت ليك على فلان أنا ضميني ما لي لي ما أدى لك فلان أنا أدي لك دور من عندي أنا لا تدور من دفلان بس خلاص ضاحت الحية حلو يعني قبل كان في يعني حريم أو مثلا ناس تخدم ناس تخدم حرمة يلبون احتياجات ثانية شغلتهم هذه الشغلة حرمة البنت تسكن عند عمتها أول قصرت عليها صار شيء بينها وبين عمتها بينها وبين رايلها يمكن رايلها بعد يعني ما مركز بعده طمحت طمحت وروحت بيت أهلها منو منطرش عليها فلانة ما مندخل ريال أول بادي منستشير حرمة بسي تشوف زلت عن بينها وبين رايلها ما ندله شو صاير طرش ونحرمة اللي عليها أقدر رايلة يا فلانة اليوم مرت والدي طامح وما عرف سببها شو بغيت الولد يتكلم شو سببهم شو ما طعح يعطيني أنا باش سيرين لين هذه البنت وتشوف في نحية اشتلت ان شاء الله روح اشتلت هذه الحرمة ودخلت على تواقت متابي أبوها ما تكلم لبنية لا انزيل متابي أبوها وليها هي ولي أخوها وبتي بتدخل عليهم لو في الليل السلام عليكم عليكم السلام أنا يا داخلة عليكم وأبغي بنسكم بتحضر ان شاء الله بتي البنت بيبونا البنت وبيقلسونا بتي اللم وبتي لس لما تكلم مول يا أفلان جيتك بنتك زعلانة عرفت شو زلت بيقول له ما عرفت زلت يوم قلت لها قالت شي باني وبين رايلي نزيل نزيل يوم يدك بنتك وقالت لك شي باني وبين رايلي ليش ما ترجعها ليش ما ترجعها بيت عمها وتقولها يوم شي بانش وبين رايليش قبر عمش نتوي ليها قالوا الله ما طاعت السير كي ما طاعت السير طشقوها قال لا أنا خبرتني بزلت شو زلت قال خليها ترمس قالت لا أنا خبر أخوي وخوي يرمس رمس أخوها بزلت قالت لها أنت وليها وهذا وليها بس أنا دخل عليكم وهاي الحية أعطونيها رجع البنت لأن لي صار مرة ثانية شي عليها أول بادي ما تظهر من البيت مستحيل أنها تظهر من البيت من دون شور عمها وعمتها صح حلو هاي الأمور رمي هاي طبعا كلها من فنيان نقهوة نقهوة دخلنا لهاي المشاكل العائلية نزيل ومن يل يغنم أول لكها ومي على اليه الصغير صح الصغير عظيف وعلى اليه تمعون بس بعضهم بعض لا يغنم الولد موجود ولاد عندهم يغنم ولدهم ما عندهم ولد عندهم بن تغنم البن لو تسمع الرمسة لكنها ما تكلم ما بتنشي البنت عندها شغلة ولا شي تغنم اللم الريال والحرمة هيتكلمون عن هات الصباح وهو بيصبونها شربوا يقهوتش وما يصير خاطر هلا طيب وما تظهرين من دونها بعد تظهرين تاخذينها وياش قهوية وسولفت وسوه وياهم وقعت لها اللي ما تكلم مره مول بس الشور عند اللي أخو والأبو يا الله عيسم حولي أنا عبنش بروح يا الله بوي صيري زيتتي غراضش لي ليش يبي بسير بتلقطت هويباتها بتلقطت عادش وغراضاتها وصرارها الكبر بتشلها بتشلها على يديها وبتتبع الحرمة الحرمة بسير سيدة ليتها وبتتبع الحرمة بسير سيدة ليتها بجرب بس يا بخاطرة وياي هيا شاء الله أنت والخاطرة بتأدخل أنا يا بمرت ولدك لتنحضروا ولدكم نسيب يزقروني تعال خالتك بس عاد الولد ما بيسر يتكلم قدام أبو بيوقف لأنه غلطان حتى لو أذا بتوقف فيه يلا شو غلقتش أنت روحتي ما شاورتينا ولقلتي لنا لقلتي لعمتش لقلتي لي أنا أنا عمش أنا حذات أبوش الحين يوم عال عليش وقال ليش أو غلط عليش كان خبرتيني لعمي أنا مارم تسوي فتنة بينك وبين والدك لي خبرتك ولهي خفتك تنظارة بنتوية وصير فتنة بينك وبينك وبيقولون أنا السبب هادي 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 هاي سالفت ولدكم ها فلان لا قالت لي قالت لي قالت لي قالت لي قالت جب ما تقول شي سمعني قالت ما قالت طر راسة طر راسك اللي شايفك انت ويا ساعة ما دخلت فلانة ويابت ما لك تكلم انت ها قلتهم بخلي البنت وبروح ومن سمعت كلمة يتمنى وقلتوها لها من كان أنا اللي بس حبهم بيكم قالها الريال راعي البيت وبقول الولد روحي واما الولد روحي وما بيش الله اللي يرضيش وخليها البنت البنت بنتنا والولد هاي هاي اللي عندهم معاني قبل عندهم معاني ما في كل مكان بعد عقين عمرش وواحد ما بيحش ما بيرد عليش كل ما ما بيعقي شوي فلان لا لا خلي فلان هذا ما ينسار الحشة ويرست الحارمة وقرت حد درا وحد المادرة ضاربوا وثنين في الليل ياهات يا رتا تعالي ودت بيتا إلا سنتي محلك أمك وابوك ما يندلون إلا سمحلك وهي أنا أمها وابوها ما يندلون أنا بيالسه بيتي دي أنا الصبح بيالسه بيتي يوم الصبح يارتي سمعتهم يوم يضاربون يوم الصبح بتضغر على أبوه كذا 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 زلت والدك والبنت عندي أنا ما وديت أهلها إزاي شاء الله خير الله يسترح لي حلو أن يتسترون يصلحون بينها إزاي شاء الله خير يستر الله عليش إن شاء الله دنيا واخرة يوم وصلتها لها لحد ما وصلت عندها لا هذه البنت إيه بيها ردوا البنت سمعني ندعمك في بيتي وهذه البنت عندك يوم بتشتكي منها زلي تع خبرني أنا ما تقولها حتى أكبر والبنت اللي غلطت وصارت عندها العادل ويت عندها لها بيها اللبون وبانت على مش أنا زعلها أنا متنازع وياريلي شو علي شو السبب معي وحنا سيري لنبنتش واسئليها وقوليها شو السبب لازم يقولون السبب لازم السبب وخضي منها السبب بس سير اللم بتيرسوا إياها بتباصرها شو ما علام شو ما علام شو كده 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 ما أنا كده كده ما انت الغلطاني كيف تبيني يسقط عن الشورية من دامش انت غلطاني تم يوم عقب لمغرب يلا قمي ها شو قلتي قال لا كده 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 غلطت بنتك بنتك الغلطاني قالها قمي شلي عمرش يلا وديها لين توصل لها الباب يوم بتين على الباب لا تبيني لهم رجعي وخليها تضخل روحا نشت اللم وخضت البنت يابت لين الباب انها بنت غلطاني حد درى وحد ما درى دخلتها وردت ها بالنسبة عاد للطلبات وبالنسبة مثلا الواحد إذا يشرب فنيان لقهوة هنيان لقهوة كان طلاب ولا يعني زعل ولا يعني فثنة هزي عند التجمعات بعد في هذه الأمور مثلا الكيف ولا السيف غيرها من الأمور ولا لا عادي إذا أنتوا مثلا متجمعين متجمعين واحدة بعضنا بعض لا هي عادي فنيان فنيانين إذا كان سائرة أنت من فريجة لفريج هي سائرة من بلاد لبلاد داخل عليش حد من بلاد عند الغرب تقريبا هي عند الغريب بس رواحنا بعضنا بعض نحطي ست دلات وسبع دلات أنت بتي بي ندلة وأنا بي بدلة وهذا بتي يدلة وتولي هون بالستة والسبع ها هني يدخل الكيف عاد ها أنت صببين فنيان فردة وفنيان فردة وفنيان هي هذه اللي تصير العصر موي هي الصبح والعصر هي تكهوون في اليوم مرتين الصبح الصبح والعصر والعصر هي من بعد صلاة العصر يزاقرون يتكهوون حرى يمريحة ومن بعد صلاة الصبح يعني عن أطلوع الشمس يزاقرون حرى يمريحة ومن وين تيبون قبل القهوة أمي؟ يبونها لنا من اليران من اليران يبونها يبونها لأتينا بقوليش مراقب أنزيل وتوقف في البحر ويحضرون بما شو يبون القهوة يبون الملح يبون بقوليش الليحال يبون الخروس يبون حلاوة ما يخلون شيء ما يبونه حتى هذا الحين لهذا المراري اللي يبونهن أقول أنت من الأستثارات شو هاذا أنتوا تسمونها نسميهن مراري قبل يبونهن لنا من يران ها للبنات للبنات للحريم حيول غرش شغبات عادة الحلاوة لا تقولين يبون يوز وتشترونهم هنا من عند البواخر من البواخر ييب الملح ييب الهذا ما يخلي شيء ما يبونه كل من يران أنزين يبونه يبونه عدب الشهر الشهر يلنك من يلنك يانب على الحرطة حد دارة الماشي ويابت لنحن البنات مغيلين من الجاشع نحفل الجاشع ونمزر ثيابنا ونصير نشتري نشتري السواعة نشتري الحلاوة نشتري بقوليش تذكرون على كم كانت كيلو اللي قهوة قبل كم كانت؟ ما أول ريال ونص المن المن ريال ونص بعد اللعقب ستوا ريال ونص يوم كبر أو الآن قبل يعني ذاك ما لا هناك قبل بنص ريال وربع ريال بس عقب شوية ارتفع ريال ونص عدا نحن كبرنا افتهمنا نزيل هذا الحلاوة الدنقو دنقو السبال اليولز البرميت الشاكليت القشار ما نحتاج حق أكل ثاني موليه نشتري بالجاشع وناكل وتخلونا وناكل نزيل ناكل حي عادة يحطوني حق فواليهم حاج بييش يخلطوني يكل مكسرات الحين تخلطوني أول نحن نخلط شو تخلطوني عاد شو تخلطوني يحطوني اليوز يحطوني الشاكليت الحي جاهزها موجود يحطون الدنقو نشتريه ما كله بجاشع هذا ما نشتري بهلوس كله بجاشع تبدلون يعني تعطونه بجاشع يعطونكم يعطوننا الحريق عادة الأكبر شو يصابون يشترون الملح يشترون الحال يشترون القهوة يشترون كل شيء من عندها في تجار عندنا يعني الخفيف عندهم أشياء يعني يشترونه ويخزنونه عندهم يعني يوم يقصر 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 رعي البلاد سار ويشترون عندهم هالي مسوين دكاكين هالي مسوين دكاكين حيني عمري في الثمان الأسنين طرشتني أمي أشتري من بيت سيم العبدالله أنزي أغرار عطتني غطرة مال أبوي وعقدت تلي وعطتني ربية هندي هات الأيام ربية شليت ربية وصرت دكاكين سيفين عبدالله ويبيع ولدهم قلت لها قلت لها أمي تبع طحيل هدينا عقدة أمي تبع شكر هدينا عقدة أمي تبع حل هدينا عقدة أمي تبع بزار على عدد الطلبات تتعقدون القتاء قل أنتي لين وصلنا لين الكركم ولملح وكل مرة وكان حزم علي فهذا كل مصر حطه وحزم علي في المصر ونش يصير يحاسب زادا عندي من الربية ثلاث آنات ثلاث آنات أنا كنا بربية ربع قاصر آني ثلاث آنات ربع قاصر آني حمر رحيت آنات أعطان إياه نيزايدات حطيتهم في دي ونقلنه الغتر شليت المصر على راسي والآنات في دي والسكيك مخمومة يخمونها الحريم قبل الفجر يتلاجن في السكيك وغادي السكيك مرة مثل صحنصي يوم يأتي هناك حصة من دفنه عثرت بالحصة جانا نشو أتلقى المصر يا ودعني يطيح أني ما حد بينقلني عقوب صح وصلت البيت لين أمي نزلت عني المصر يوم نزلت المصر قالت لي ما زاد شي قلت لها جي يوم هديت يدي طائح لا نات من يدي قالت لي وين سرتي بين قلت لها ما سرتي بالمكان ورد درك صوب عثراني يوم يت صوب عثراني بالحصة لأن نمت نشحات بالأثن وعلى السطحة على السيفة وكان أني شوال قط وش اللين تنم ما هذه لهم طائحات عني صوب عثرية بحصة ربية وثلاثانات زادا من الربية من شكر من طحين من كركم الربية كم تساوي يمكن ألف مية بعد زيادة عن المية الحين الربية الربية تساوي الحين زيادة أقول مصر هذا كبرى من الشكر والميل من الشكر ومن الملح من الزيت حل ناري السمن الكركم كل حط عليه ربية قاصر ربع وبعد قاصر هذا ثلاثة ربوع عبارة ثلاثة ربوع واني متى دخلت عليكم عيد دراهم متى دخلت عليكم موي متى تغيرت الرباب من السبعينات تالي قبل ما شفنا هن هذه لاللعق يعني من نواخر الستين دشينا في السبعين هذه بس طلعت علينا قبل عندنا ريال قرطاس ربية قرطاس مثل الخمس والعشر هيا ورق قرطاس عقب اعتدم لريالات الأكبار بعد ما هذه لريالات الأكبار عقب قال ابيكم درهم وربية أبو دلة أبو دلة يالله نبقى نشوف درهم بودلة وصل علينا الدرهم بودلة والحمد الله بطيت العافية على هذه القصص والسؤال في الحلوة لما تنمل منها في الحقيقة شكرا لك الوالدة مريم خميس شكرا على تواجدت اليوم برنامج الله 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 ونرى وصلنا لخطام حلقتنا اليوم ونرى ان شاء الله يتجدد بكم في حلقة قادمة بعادة جديدة إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتنا عايشة الأنصاري وتحيات جميع الطاقم اللي عملوا مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة